أجندة المنظومة الأفريقية للعام 2026 وتسريع تنفيذ منود منظمة التجارة الحرة القرية الأفريقية في ظل الوضع الراهن والتحديات والأفاق والتطرق إلى دور البرلمانات الوطنية والإقليمية والأفريقية وتسريع التصديق على بروتوكول القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي بشأن البرلمان الأفريقي كل هذه المواضيع نوقشت خلال ثلاثة أيام في شكل ورش ودورات وردوات برلمانية لمختلف النواب والمستشارين المشاركين في المؤتمر من مختلف الدول الأعضاء في البرلمان الأفريقي المتحدثون رئيس برلمان تجمع دول وسط إفريقيا جانيت كابيلا التي قدمت كلمة تضمنت رسائل شكر وعرفان للحكومة الشادية والمجلس الوطني الانتقالي على حسن التنظيم والرعاية وكرم الضيافة بالإضافة إلى جميع الدول المشاركة وجمعيات المجتمع المدني التي أثرت المؤتمر بالنقاش البناء والحوار الهادف الذي تمخضت عنه الكثير من التوصيات والقرارات التي وردت في خطاب نائب رئيس البرلمان الأفريقي الدكتور إشبير كايو الذي أكد للحضور إنجاح المؤتمر بكل المقاييس من خلال تناول شتى المواضيع المدرجة والتزام المؤتمرون بأجندة وأعمال المؤتمر متناولا أهم القرارات والتوصيات رفع مستوى الوعي وتعزيز قدرات برلماني تجمع دول وسط إفريقيا بشأن الإسراع في تطبيق السكوك القانونية للاتحاد الأفريقي وإدماج أجندة 2026 وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد والتصديق على البروتوكولات الخاصة بالمساواة بين الجنسين وغيرها من التوصيات والقرارات التي خرج بها المشاركون في المؤتمر البرلماني أما الدكتور هارون كبادي رئيس المجلس الوطني في كلمته التي ختم بها المؤتمر تناول فيها أهمية هذا اللقاء بالنسبة للبلاد في هذه المرحلة الانتقالية وذلك من خلال التسهيلات التي قدمتها السلطات العليا والدعم اللامحدود للمجلس الوطني الانتقالي بتنظيم هذا المؤتمر مطمئنا الجميع بأن المجلس الوطني الانتقالي بالتعاون مع البرلمانات الإقليمية سيسعونا إلى تطبيق القرارات والتوصيات الأفريقية الخاصة بالحكم الرشيد وتعزيز الديمقراطية والإسرع في تنفيذ بروتوكولات مالابو وباب حول تطبيق الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي والاستراتيجيات الجديدة لمعالجة التحديات والعوائق التي تقف أمام الوصول إلى التكامل بين الدول الأفريقية متمنيا عودة حميدة لكل الوفود المشاركة من الدول الأعضاء في المؤتمر البرلماني حول الحوكمة وترقية التصديد وتنفيذ السكوك القانونية للاتحاد الأفريقي